اليوم بنا نزرع الصبار الإيطالي مع البغدونس ورح يطلع عندنا منظر جميل جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة اليوم بنا نزرع البغدونس مع الصبار لأن البغدونس أول ما نزرعه أول ما نزرع البذور ما يحتاج ري زيادة حتى البذرة تنبت عندنا بذرة البغدونس بعد ما نزرعها نسقيها ونتركها لمدة أسبوع تقريبا بعدين نرطب التربة ترطيب خفيف وبنفس الوقت نبتة الصبار أيضا ما تحب الري زيادة لو كثرنا من الري رح تعفن من الجذور لذلك رح تتواتى نبتة الصبار مع نبتة البغدونس بعد ما زرعنا نباتات الصبار بهذا الشكل رح نضيفلهم التراب دائر ما يدورهم حتى يوازي التراب ساق النبتة من الأعلى وبعدين نجيب بذرة البغدونس يفضل يكون بذرة معقمة نشتريه من الصيدلية الزراعية لأن بي كثار من اللي يزرعون بذرة البغدونس يقولون يا ابو صالح بعد ما نزرعه ما ينبت بالحقيقة هو بعد ما تزرعه حصرا لازم ينبت لكن إذا البذور كانت مضروبة بعد ما تزرعها رح تعفن تحت التربة وما راح تنبت ترجمة نانسي قنقر